وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا بأبي سالم جزاك الله خيرا على سؤالك وتفقدك وبالنسبة لما تفضلت من ذكره وسؤاله أن هناك من يرسل لك رسائلا بما يسمى رأس السنة ويهنئك فيها إلى غير ذلك فكيف نرد عليه أولا نرد عليه بأن الله تبارك وتعالى قد اختار للعالمين جميعا الشهور القمرية والسنة القمرية قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث نفيع بن الحارث الثقة في أبي بكرة في يوم عرفته يوم جمعة في العام التاسع في العام حجة الوداع العام العاشر من هجرة عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في ذلك الموطن العظيم إن الزمان قد استدارك هيئته الأولى السنة أحد إثنى عشر شهرا ثم ذكر منها أربع حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان فوجه الدلال في ذلك أن الله عز وجل قد اختار هذه السنة وهذا التقويم أيها المباركون الفضلاء الكرام أما ما يسمى بالسنة القريقورية أو ما يسمى بالسنة الميلادية فهذا تقويم باطل فاسد قد بينا بطلانه وفساده في رسالة أطول من ذلك وأنه تقويم مخترع حتى في تسمية شهوره وحتى في تسمية يوليو الذي ينسب ليوليس قيصر وفي تسمية أغسطس الذي ينسب ليه أوغستين فكل منهم أراد أن يسمي شهرا باسمه ويعد أيامه ليعظم نفسه فهذا تقويم لم يرده الله تبارك وتعالى ولم يشرعه عز وجل ولا رتب عليه أحكاما فأحكام العدة للمرأة المطلقة والمرأة التي مات زوجها وأيضا أحكام دخول رمضان ودخول الحج إلى غير ذلك كلها بالأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وأحكام الحول وأحكام خروج الزكوات إلى غير ذلك كلها تحكم بالأهلة أيها الفضلاء الكرام ولا تحكم بهذه الشهور المختارع ثم جاءوا في شهر فبريوري فأرادوا أن يجعلوه مرة ثمانية وعشرين ومرة تسعة وعشرين إلى غير ذلك فهذه كلها شهور مخترعة مبتدعة فلا يأتي قائل ويقول وطيب هذا الذي عليها فعل كثير من الناس نقول إن كثيرا من الأمم يجعلون شهورا تخصهم فهذا التقويم الصيني وهذا التقويم الفارسي بل حتى في إثيوبي يجعلون تقويما خاصا خاصا بهم أيها الكرام الفضلاء فلذلك أمة الإسلام تميز بأن الله جعل لها ذلك واختار لها ذلك تبارك وتعالى فهذه السنة لا تخصنا لا في أحكام ولا في قريب ولا في بعيد حتى وإن جعل الناس عليها الرواتب أو جعل الناس عليها رحلات الطيران أو إلى غير ذلك وكما قلت لكم إن أمم تجعل تقويما يخصها كأمة الصينية كأمة الفارسية إلى غير ذلك وهو هي تقويم باطلة فما بالك بتقويم رضي الله عز وجل من فوق السبع السماوات أضف إلى ذلك أن حتى التهنئة بالعام الهجري لا تجوز وهذا الصحيح كما قال الشيخ بن بادو الشيخ بن فوزان الشيخ بن عثمين وغير واحد ولم يرد فيها دليل على ذلك وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والأصحابة الكرام وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عشر في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردودا عليه وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا كل أصل في نقضي وفي رد مثل هذه الاحتفالات وهذه التهاني إلى غير ذلك أضف إلى ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم وخلفة أصحاب الجحيم في شرح الحديث ما تشبه بقنفه منه قرابة ستمائة صفحة وأيضا ما ذكره اليامد القيم تلميذه في أحكام أهل الزمة يوضح لنا مثل هذا فلا يهنؤون ولا يدخل عليهم ولا أنهم يعانون بأي شيء ولا أن تبيع لهم شمعة ولا أن تبيع لهم عود ثقاب إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء أمة الإسلام أمة عظيمة متميزة وكل هذه الشرائع نسخت بنزول شريعة الإسلام قال ربنا تبارك وتعالى موضحا عظم عظم ذلك وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم أحذروا أن يفتنوك عن بعض من أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجهلية يبغون ومن أحسن والله حكما لقوم يوقنون ثم إن الذين يهنئون في ذلك يهنئون بماذا يهنئون بأعياد يزعمون فيها ابن الإله ويزعمون فيها أن الله ثالث ثلاث ويكون فيها من الاختلاط والخمور والفجور والفسق إلى غير ذلك يقول الشيخ بن عثمين فإن هنأ فقد أثم وإن اعتقد فهو على خطر عظيم ربما يخرجه من الملة وبيقال الشيخ بن باز بيقال الشيخ الفوزان بيقال الشيخ الإسلام تيمي بيقال الشيخ الإسلام من القيم إلى غير ذلك فلا يهنأ بمثل هذا أيها الكرام الفضلاء وهو تقويم باطل تقويم باطل تقويم باطل هذا ما تيسر يراده وتهيي إعداده على ذكره صلى الله عليه وسلم واخر دعوان الحمد لله رب العالم اللهم ورحمة أبي وأخي وعامي وجميع موت المسلم وعلى طاعتك أحفظ ووليتي ورزق نبير يا رب العالم تم تحريره صوتيا في صبيحة يوم الثلاثان عشر بقين من جماد الآخرة لعام خمسين وارمعين واربعمائة ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام